الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح في هذا الحديث العديد من الفوائد التربوية ومنها ترك الشبهات والورع ودل على أن الحلال المحض لا يجوز تركه ورعا لأن لا ريبة فيه وفيه أيضا أن الحرام المحض يجب تركه من باب أولى لأن حرمته لا ريب فيها بل يقين والحديث يربي المؤمن على ترك الريب ومواطن الشبه وفيه أن المؤمن التقي لا يرتاح ويطمئن إلا إلى الحلال المحض وغير الحلال يسبب له ريبة الحديث قاعدة في من احتار بين أمرين أحدهما شك فيه والآخر متيقن منه فإنه يترك ما فيه شك ويفعل اليقين وأيضا الحديث عام في كل ما يصيب المسلم فيشمل عبادات المؤمن وعاداته الأعمال القلبية المستفادة من الحديث أولا الورع وهو ترك ما قد يضر بالآخرة والورع يقوم على الترك وهو المقصود في الحديث بقول دع وأوجب ما يتورع عنه فعل الحرام الظاهر والباطن ثم المكرهات الظاهرة والباطنة ثم فضول المباحات والملهيات ومن الخلل أن يتورع المؤمن عن بعض الدقائق وهو والغ في كبائر القلوب وأمراضها وهذا من خطوات الشيطان أيضا فيه الخوف وتعظيم حرومات الله وهما السببان الباعثان على الورع فإن المؤمن يترك ما يرتاب به مع وجود داع النفس لخوفه وشدة تعظيمه لله إذ لو خل القلب عن تعظيم الله لما ترك العبد ما تهواه نفسه وتدعوه إليه